الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ثم أما بعد عزيزي الطالب وقفت بك في درس سابق على مفهوم التوحيد ومفهوم العقيدة ومفهوم أصول الدين بقي لنا أن نقف بك على هذه الوحدة من هذا المقرر المتعلقة ببيان حقيقة التوحيد وأقسامه عند السلف الصالح وعند بعض المخالفين إذن سننطلق نحو أمرين أساسيين في هذا المقرر أو في هذه الوحدة وهو إبراز موقف أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأيضا موقف بعض المخالفين لهم وفي هذا الدرس نبين لك العناصر التالية أولها حقيقة التوحيد بعد أن بينا أقسامه بعد أن بينا تعريفه لغة واصطلاحا فلنبدأ ببيان حقيقة التوحيد أي أساسياته ومكوناته كذلك نقف بك على أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقف بك كذلك على أقسام التوحيد عند بعض المخالفين حقيقة التوحيد أما إبرازه كذلك عند أهل السنة وإبرازه عند المخالفين تلك عناصر هذا الدرس أما حقيقة التوحيد فما المقصود بالتوحيد التوحيد هو الإقرار يقال وحد فلان بكذا أي أقر بأن الله واحد فالإقرار الجازم بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه والإعتراف كذلك والإقرار بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له في ملكه واحد لا شريك له في ذاته واحد لا شريك له في أفعاله ولا في صفاته كما أنه ينبغي أن يقر كذلك بأن الله لم يكن له ولي من الذل ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه كما أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا وعلى العبد أن يؤمن كذلك وأن يقر نفيا للعبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى كائنا من كان لا سماء ولا أرض ولا جبل ولا كوكب ولا إنس ولا جن الجميع معبود الجميع عابد لله الواحد المعبود والإيمان بما وصف الله به تبارك وتعالى نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلا هذه كلها حقيقة التوحيد وإذا كنا قد وقفنا على حقيقة التوحيد فما هي أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة أما أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة فقد تنوعت التقسيمات عندهم بعضهم من يقسمها من حيث المضمون في تجمع بين الجانب العلمي والجانب العملي وبعضهم يقسمها تقسيما ثلاثية وبعضهم يقسمها تقسيما ثنائية فمن العلماء من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام والثلاثة معروفة يعني منهم من جعله على قسمين ومنهم من جعله على ثلاثة أما التقسيم الثلاثي فهو هكذا يقولون توحيد الأسماء توحيد الله عز وجل يقصد به ثلاثة توحيد الربوية اثنين توحيد الألغية ثلاثة توحيد الأسماء والصفات وهذا ما قد سبق الحديث عنه فلا معنى لإعادته التقسيم الثاني يقولون إن التوحيد اثنان توحيد المعرفة والإثبات وهذا ما يسمى بتوحيد العلمي الخبري أي أننا علمنا أن الله واحد وقد عرفناه عن طريق الخبر حيث أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وكذلك التقسيم الثاني وهو توحيد القصد والإرادة بمعنى التوحيد الإرادي الطلبي أي على العبد أن يلجأ إلى ربه وأن يقصد توحيد الله تبارك تعالى من داخله لأنه قد علم أزلاً وقد علم من خلال إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله واحد فهذا هو التقسيم الثاني عند أهل السنة والجماعة إذن التقسيم صنفاني أو قسماني قسم من حيث تقسيم ثلاثي وقسم يقسمه تقسيماً ثنائياً هناك تنبيهات لابد منها عز الطالب اعلم أن التقسيمين لا تعارض بينهما والاختلاف لأننا إذا تأملنا التقسيم الثلاثي والتقسيم الثنائي وجدنا أن كل منهما يجتمل على ما يجتمل عليه الآخر فتوحيد المعرفة والإثبات يراد به توحيد رببي وتوحيد الأسماء والصفات وكذلك يسمى توحيد المعرفة لأن معرفة الله عز وجل إنما تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله أما توحيد القصد والإرادة فكذلك يراد به توحيد الألوهية ويسمى توحيد القصد والطلب لماذا؟ لأن العبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه بالعبادة لله الواحد القهار رغبة ورهبة ويدعوننا رغباً ورهبة ويقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته سبحاناً